موسيقى اختتام الايام التفكيرية لاستعراض مسيرة الوكالة الموريتانية للانباب في ذكرى مرور 45 عاما على اطلاق اول برقية اخبارية لها موسيقى وزارة الصحة تؤكد في اعلانها الصحف اليوم تسهيل 72 حالة الشفاء واربع صابات جديدة بفلوس كورونا المستجد موسيقى مصالح الرصد الجوي تؤكد ان المعطيات المتوفرة والتوقعات المفترضة تبشر بموسم خريف جيد على عموم التراب الوطني موسيقى اينما كنتم مشاهدنا الكرام حياكم الله ولم بكم لا تفاصيل نسرة الثامنة والنصف من قناة الموريتانية والتي ترافقني فيها بالوقات الاشارة زميلة ياسماء منت عثمان اجمع المحاضرون في الايام التفكيرية المنظمة من طرف الوكالة الموريتانية للانباب حول تقييم واستشراف افاق عمل هذه المؤسسة الاعلامية العمومية على ضرورة تمهين الممارسة الصحفية ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الاعلام ولن يتسنى ذلك الا من خلال ديمومة التكوين والتطوير المستمر لمهارات الصحفيين وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية للارتقاء بالخدمات الاعلامية نميز اليومان التفكيريان المنظمان من طرف الوكالة الموريتانية للانباب حول تقييم واستشراف هذه المؤسسة الاعلامية بعروض ومداخلات تطرقت إلى ضرورة تمهين ممارسة مهنة الصحفة ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الاعلام المكلفة بمهمة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بينت في كلمتها أهمية النقاشات الفكرية والمحاضرات العلمية التي تناولت الجوانب الأساسية من هذا اللقاء لقد شكل هذان اليومان بما تخلى لهما من عروض ونقاشات ومحاضرات وجلسات علمية فرصة هامة لاستعراض تاريخ إعلامي مجيد رسمت مساراته نخب من أجيال الكتاب الصحفيين الذين خلدوا بأقلامهم وعدساتهم وأفكارهم وكتاباتهم المهنية أبرز اللحظات في مسار ومسيرة الجمهورية مشكلين بذلك طوق حماية لذاكرة الأحداث الوطنية الكبرى من أن تطالها أياد التفريط والضياع أو تنسفها رياح التناسي والإهمال كما مثل كذلك مناسبة لتقييم عمل الوكالة واستشراف أفاق أدائها في خضم ظرف وطني ودولي تشكل فيه الكلمة المقرؤة أهم أداة لتوصيل الفكرة ونقل المعلومة وتوجه الرأي العام المدير العام للوكالة الموريتانية لنباه أوضح أن اللقاء شكل فرصة للاطلاع على تجارب العديد من القامات الإعلامية لقد أتاحت لنا هذه الأيام فرصة للاطلاع على تجارب كثيرة من القامات الإعلامية في محاولاتهم المتعددة للنهوض بالمهنة الصحفية وتقديمها كمنتج لا غنى عنه في التفاعل مع قضيانا وقضياء المجتمع والوطن ككل أيها الحضور الكريم لقد استطعنا على مدى يومين سبر أغوار إشكاليات الإعلامية والصحية واستشرفنا معا آفاق عمل الوكالة الموريتانية للأنباء وبرامجها المستقبلية والتي تهدف كلها لتطوير الخدمة الإعلامية وتقديمها بالشكل المطلوب وقد شفعت فعاليات هذين اليومين بتوزيع جوائز مسابقة رمضان الثقافية التي نظمتها الوكالة الموريتانية للأنباء خلال الشهر الفضيل إسهاما من الوكالة في إنعاش ثقافة وتاريخ البلد أكدت وزارة الصحة مساء اليوم في إعلانها الصحف حول الوضعية الوبائية في بلادنا تسيل 72 حالة الشفاء وأربع إصابات شديدة بفيروس كورونا المستشد وساعتني على النحو التالي ثلاث حالات في الواديب وواحدة في الزوالات وأكدت الوزارة أن مصالحة الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد 234 فحصا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن إلى 6323 حالة من أنباء الغيث فادت شبكة الاتصال للدار بوسارة الداخلية والمركزية أن مقايز المطر استشرت خلال 24 ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي تهاطل كميات من البلاد أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة حالة الطوارئ في الداخل حصلت الأضرار المسجرة خلال 24 ساعة الماضية شراء الأمطار والسيول في ولاية الأعصاب لبراكنا من وديبو وتقانت سجلت وفاة أربعة أشخاص في ولاية الأعصاب حيث عرفت قرية العويسي التابعة لمركز العويسي الإداري بمقاطعة باركيول وفاة مراهق إثر غرقه في بركة مائية وقد تم انتشار الزمان الغريق بحذور السلطات الإدارية كما سجلت وفاة ثلاثة فتية إثر غرقهم في بركة مياه بإحدى القرى التابعة لبلدية الصين في مقاطعة كنقصة وقد جرت معاينة الجذامين الثلاثة من طرف الطبيب الرئيس في المقاطعة وشهدت ولاية البراكنا جملة أضرار كان أغلبها في مقاطعة ألاق إذ غمرت المياه 22 منزلا وسقطت أربعة مساكن وثلاثة أسوار في حي طيبة بمدينة ألاق عاصمة الولاية وغمر السد الرابط بين ألاق وطيبة بالمياه على طول ثلاثمائة متر من الجانب الشرقي وأكدت السلطات المحلية استمرار عمليات شفط المياه عن الأحياء المغمرة مع التأكيد على حاجة السد إلى الترميم وفي حي كرافور بمدينة ألاق سقط منزل وذكانان وغمرت ستة آرشة بالمياه أما في مقاطعة مقطع حجار وقد تم إصلاح شبكة المياه في المدينة من قبل فريق فني من الشركة الوطنية للماء وفي شمال البلاد وبالتحديد مركز إنار الإداري في ولاية داخلة واذبو تضرر 12 منزلا بسبب التساقطات المطرية صاحبتها عاصفة قوية وقد أشرفت السلطات الإدارية على إحصاء الأضرار وفي مقاطعة المجرية بولاية دقانت سقط عمود كهربائي من نوع الجهد المتوسط في مدينة المجرية وقامت السلطات المحلية بالإشراف على تثبيت العمود بشكل مؤقت مع تأكيدها ضرورة التدخل العاجل لتثبيت العمود بشكل فني التساقطات المطرية كما شاهدتم بدأت تتوسع لتصل إلى شمال البلاد بعد أن عمت شرق وشنوب ووسط الوطن وهو ما يجسد صحة توقعات مصالح الرصد الجو التي تنبأت بها قبل بدء موسم الخريف الحالي قراءة استشرافية لتوقعات الأمطار في الفترة المتبقية من موسم الخريف الحالي في الربرتاج التالي خلية المتابعة والمراقبة بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تتابع عن كذب مسار تساقطات المطرية التي شهدتها معظم مناطق البلاد خلال الأسابيع الماضية وآثارها الإيجابية على الجانب الرعاوية لذلك تؤكد أن البلاد مقبلة على موسم خريف متميز مقارنة مع العام الماضي بالنسبة لكميات الأمطار المسجلة حتى الآن على جميع التراب الوطني إلى تاريخ 20 يولو 2020 توحي بأن معظم الولايات أنها سجلت مجاميع مطرية فوق المتوسط العادي للفترة الزمنية 1981-2010 التي هي المرجعية التي دائما نقارن معها التساقطات المطرية وطبعا تصيبها منظمة تراث العالمية طبعا هذه التساقطات المجامعة المطرية كانت أفضل من التساقطات المسجلة السنة الماضية وأفضل من التساقطات التي ياللصلا تجبر العادية خاصة في ولاية الحوضين والعصابة وقدماقة وقرقل والبراكنة والترارزة وتقانت وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بناء على آخر توقعاتها أن هذا الموسم سيكون حافلا بالتساقطات المطرية على مختلف ولايات الوطن وإن كانت التوقعات توحي بحصول فيضنات في بعض المناطق طبعا في الأيام القادمة نتوقع بحول الله تعالى أن تبقى واتيرت الأمطار ما بين متوسطة إلى قوية متوقعة على جنوب الحوضين وجنوب العصابة وقيدماقة وقرقل وجنوب البراكنة والترارزة بإذن الله تعالى هذا في الأيام القادمة نتوقع بحيون الله تعالى أن تتراجع الجبهة المدارية قليلا عن المناطق الشمالية وتكون فيه استراحة قليلة بدون أمطار عدت أيام بدون أمطار لتبدأ الأمطار بإذن الله تعالى ابتداء من 15 إن شاء الله قشة إن شاء الله ونتوقع أنها تشمل إن شاء الله المناطق الشمالية إن شاء الله بإذن الله تعالى وكما توقعت الهيئة حلول موسم خريف مبكر هذا العام تتوقع أيضا نهايته في شهر سبتمبر أي قبل نهايته الاعتيادية وذلك ربما سيؤثر على الجانب الزراعي في بعض المناطق الداخلية حسب التوقعات إلى ولاية البراكنا حيث واجهت طاقم الطبيب مركز بوكيا الصحي الإصابات الأولى من فيروس كورونا بعزم وإصرار رغم مفاجأة العدوى والتواضع الوسائل اليوم خلت بوكيا إلا من حالات محدودة بينما خرج آخر مصاب من وحدة متخصصة للعلاج معافا في وقت تضع ذكريات مرارة التجربة المواطنين أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحفاظ على سلامتهم خشت تظهور الفيروس من جديد المركز الصحي بيبوكيا أول جبهة تصدت للحالات الأولى من مرض كورونا في هذه المقاطعة الحدودية ظهر حالات من هذا الفيروس في شهر يونيو الماضي أثارت هلعا بين الطواقم الطبية التي لم تكن ساعتها على استعداد بما فيه الكفاية لهذا التحدي الطبيب الرئيس بالمركزي وفريق من الممرضين يتحدثون اليوم وبعد أن تراجعت نسبة الإصابات عن تجارب التضحية والإصرار فقد أصيب ثلاثة من الأطقم الطبية بالعدوى في تلك الفترة من بداية الجائحة لهم الحمد لله في تحسن ملاحظة جدا الحمد لله رقم أننا جبرنا كثير من صعوبات من بداية الجائحة قال الحمد لله كامل قد نتعقل ممعه رقم كثير من الصعوبات الواجهة قال الحمد لله كامل قد نتعقل ممعه الحمد لله كيف تما لاحظت وارك حالا من بداية الجائحة لنا وارك الحمد لله بم نقص من الحمد لله الحالات الإيجابية لأن خاصة الحمد لله بخبار الاجهيزة لما كانت متوفرة حتى لقر عاقباك الحمد لله كامل قدم تطور قدرة المركز الذي ينتمي للفئة ألف زادت بعد ذلك ليظل محافظا على دوره في تشخيص الحالات المشتبه بها واتخاذ القرار المناسب بشأن أصحابها قرار قد يتضمن نقل الحالات الحرجة إلى هذه الوحدة المستحتذى التابعة لمركز الاستطباب ببوغي مكاتب هذه الوحدة طلية بدهان مميز بينما يخضع زوارها لترتيبات خاصة نظرا لخطورة المرض هذه الوحدة العزل وشبرنا فيها هنا إلى حد الساعة سبع حالات في مدينة بوغي في مستشفى بوغي سبع حالات الحمد لله تم شفاها كاملة آخر حالة كانت معنا الحالة بالأمس تم شفاها الحمد لله ودكرار قيري غادر آخر مصاب بفيروس كورونا هذه الوحدة بعد أن شفية تماما أمسي بعدما خضع لعلاج مركز لكن ذلك لا يجعل سكان بوغي يتراخون في الإجراءات إبان الحملة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا قمنا بالتعاون مع السلطات والمجتمع المدني بجهود مشتركة لمواجهته اليوم يجب أن لا ننخدع بنهاية المرض صحيح أننا نجحنا في تراجع الإصابات لكننا مطالبون بالمزيد من التحسيس واستخدام أدوات النظافة والتعقيم والعمل من أجل أن نتجنب رجوع المرض أبشع مما كان أكثر من عشر حالات نشطة من الفيروس حاليا في بوغي لكن وضعية أصحابها غير مقلقة بحسب الأطباء الذين يحثون الأهالي على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر معولين على استمرار حملات التحسيس والتوعية في منع تفشي الفيروس مجددا سعيد الحبيب للموريتاني بوغي ونبقى مشاهدنا الكرام في بوغي لينضم إلينا منها موفدنا محمد رمين ولي الهادي محمد رمين مسار خير مساء النور محمد رمين قربنا أكثر من الصورة من صورة مدينة بوغي طبعا بعد تسجيلها كميات كبيرة من الأمطار هل أثرت هذه الكميات على أداء مؤسساتها ومرافقها الصحية هذه الأمطار الأخيرة التي جاءت لمكاطعة بوغا لم تؤثر على الأماكن العمومية هو أداء المرافق الصحية هنا نتيجة لأن هذه المرافق ربما تقع على مناطق مرتفعة فقط الأمطار أثرت على مناطق أخرى منخفضة من المدينة وهو حي المصفرين الذي لا زالت حتى الآن تحاصره هذه المياه لكن أطمئنك أنه لا توجد أي أضرار بشرية ولله الحمد محمد اليوم قمنا بسيارة لمكاطعة بوغا رصدنا الحركة في اليوم الثالث من أيام عيد الأطحى المبارك بما يقتضي ذلك عودة المواطنين جزئيا إلى مساولة بعض أعمالهم أيضا رصدنا آراء المواطنين حيث تحدث لنا بعض المواطنين عن انقطاعات متكررة للماء والكهرباء في هذه المكاطعة بطبيعة الحال صادفت ذيارتنا اليوم عطلة الأسبوع لذلك لما نتمكن من طرح هذا الإشكال على المسؤولين عن المياه والكهرباء على العموم المقاطعة مقاطعة بوغا ومقاطعة بابوبي المواطنين هنا يعيشون مع الفيروس وأيضا لديهم وعي صحي يمكنهم من التعايش مع الفيروس وتوخي ما قد يؤدي إلى عودة ثانية للفيروس محمد رمين ول الهادي موفد قناة الموريتانية إلى ولاية البراك نحدثنا من مقاطعة بوغا شكرا جزيلا لك في مقاطعة بابوبي تتوصل إشراءات التعبئة والتحسيس بمبادرة من شباب المدينة معززا بدعم من البلدية وتحذر هذه الحملة سكان بابوبي من خطورة وباء كوفيد 19 وضرورة أخذ الحيطة والحذر منه لأنه ما يزال على الأبواب تعيش مقاطعة بابوبي ثالث أيام العيد بعودة شبه طبيعية للحياة في يومياتهم المعتادة وبعد إجازة العيد يعود سوق المواد الغذائية في المقاطعة إلى حركة الرواد وإن بشكل متوسط المواطنون هنا يدركون بوعيهم الصحي ضرورة أهمية الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وعي صحي اكتسبوه بفعل مواصلة شباب المدينة التوعية والتحسيس مبادرة اللي قمنا بها ساقب الإيد وفترة كورونا كامل مزلنا إلى اليوم ها مواصلين فيها معمولينا حاولوا يحسوا ويعرفوا أن المرض ما فعتوا خط البلد مزال موجود تعاونوا كاملين والله الناس مزالت ملتزمة إلى حال ماك ليجي البيت تسلم إليه ما مدلك صابونا ومن أهل ما يقول لك أصغر أيده كذا من الحمد لله لحركة الشباب السلطات البلدية على مستوى المقاطعة تقوم بتوعية المواطنين بالحذر مما قد يؤدي إلى عودة ثانية لتبشي الفيروس خاصة في ظل الاحتفالات بالعيد واحليين بتحسيس كل دار نجوها والله بلايدات كيف المرصة كيف بلايدات اللي يبيع هيتجمع ورب ببنوك في كل بلايد ناس يالاتهم واللي يعودوا واللي يعرفوا خالق يالاتهم كل حد يخلي الأخر مسافر يكنسلكوا من ذا واللي يدير كمامة والله حولي يكنسلك من ذا ليبقى الاعتماد على تراجع الفيروس مرهونا بمدى وعي المواطنين بالدور المنوطبهم في محاربة تفشي فيروس كورونا محمد لميل هادي قناة الموريتانية مقاطعة بابا بي بالعودة إلى مقاطعة بوك نستضيف لكم من هناك الدكتور الشيخ البومبو هو مدير مركز استطباء بوك هلا بكم سيد مدير السيد المدير كما هو معروف مقاطعة بوك شهدت خلال الأيام الأخيرة تساقطات مطرية معتبرة نجمت عنها براك ومستنقعات هل أثر هذا الواقع على صحة المواطنين هناك؟ لله الحمد لم يؤثر هذا الواقع على صحة المواطنين فالإصابات كانت محدودة إصابات بسيطة فقط الساكنة تم حسرهم في مناطق معينة خالي نحن نستمع إليك سيد المدير واصل الحديد لعمل إصابات بسيطة كانت لم تؤثر تأثرات كبيرة على مستوى على مستوى المؤسسات الصحية فالمستأسسات الصحية تتموضع في أماكن مرتفعة لم تتأثر بالأمطار لله الحمد والإصابات كانت إصابات بسيطة سيد المدير ماذا عن الوضاع الصحية بالشكل العام في مقاطعة بوك شهدت؟ الوضاع الصحية في حالة جيدة المستشفى كان في وحدة كورونا يحتجز خلال شهر الماضي سبع مرضى ولله الحمد يوم أمس تم خروج آخر مريض من الوحدة هذه الوحدة تعتبر وحدة مستحدثة في المستشفى في إطار تصدي لهذه الجائحة كورونا تم تكيف وخلق ثلاث ثلاث غرف حجز المرضى بسعة سبع عشر أسرة مع ثلاث أسرة عناية مراكزة ولله الحمد خلال شهر الماضي تم استقبال عشر حالات إذن الدكتور الشيخ البنبا مدير مركز استطباء بوك كنت معنا من مقاطعة بوك شكرا جزيلا لكم وإلى ولاية الحوض الشرقي حيث تعتبر بلدية حاسية تيلا وجهة لطلاب حفظ كتاب الله منذ عشرينيات القرن الماضي وقد حفظ الشيخ القرية على هذه الميسة حيث شمعوا بين تدريس كتاب الله وتعليم الناس أمور جينهم بلدية حاسية تيلا بولاية الحوض الشرقي هنا حيث تنتشر المحاضر ويولي الناس كتاب الله أهمية كبيرة حفظا وتجويدا بالسند المتصل في هذه المحاضر التي تعتبر قبلة لطلاب العلم تدرس أمهات الكتب المالكية وسانيد الأحاديث النبوية قاموا فيها ياسر من الحمد لله من المحاضر لقروا الفقه وقروا النحو وقروا في الحقيقة المنطق والبيان وقروا العالم ما خالق فن ما يقره دليلك عيشه خزانك والمصحف القلمي نوم كنا قائمين عليه المحاضر رغم ما عرف به الموريتانيون من حل وترحال تمكن مشايخ هذه القرية من تأسيس مكتبات عريقة حملوها معهم حيث ما حلوا وأين ما ارتحلوا قبل أن يستقر بهم النواة خوفا على تلك المكتبات من الضياء وشيخ نشيخ صيدو خلي ترك خزانة تتألف من 700 كتاب بدون تكرار وكان تاج العروس في الحق ما هو موجود تام ما هو عنده هو وكان القاموس عندي هو وفي خزانة ولات وتم في الحقيقة ليك الخزانة وعلي الله الحمد المحفوظ حتى بان للوادي شهر نصر رحمد الهبة إن الراحيل والتبديل قد يعود له الضياء هذا هو مبدأ تشكيره في البناء هو المبدأ يفكر في البناء ديات هذه الخزانة ما أبطل بجهود ذاتية تواصل محضرة حاسية تيلة بث العلم في قلوب الرجال ويقبل عليها الطلاب خصوصا في مواسم الخريف لما تتميز به من جو معتدلة يسمح للطالب بتزود من معين العلم رطبا من أفواه الرجال عبدالله يسلم الموريتانية حاسية تيلة بولاة الحوض الشرقي إذن نموذج من كنوز تراثية ثمينة على حافة الضياع في ولاية الحوض الشرقي عفوا وغيرها من مدن وبواد البلاد التي عرفت كذلك خلال العقود الماضية نهبا لتراثنا بشتى أشكاله من خلال عمليات بيع وسرقة منظمة لهذا التراث تراهل من خطة لإنقاذه سؤال نحاول الرد عليه من خلال ضيفنا في هذه النشرة الأستاذ النامي محمد كابر صالحي وهو المحافظة الوطنية للتراث والثقافة هلا بكم سيد المحافظ سيد المحافظ مسار خير سيد المحافظ هل من خطة لإنقاذ هذا التراث تابعتم معنا التقرير أجل حماية جميع مكونات تراث ثقافي كذلك الطبيعي اللي منه يدخل الإطار يجتشمل مأموريتها التراث المادي منه الغير المادي حفظا وصيانة وتثمينا مخطوطات جزء مهم جدا من التراث الثقافي كذلك المدن التاريخية والمواقع الأثرية والتراث اللامادي بشتى تماهراته الجهود اللي تقوم بهم الدولة كثيرة ومتشعبة منها ما يتعلق بالجانب القانوني وهو مواضبة على مراجعة الإطار القانوني الذي يحمي التراث الحمد لله هذا العام 2020 راجعنا النظام القانون المتعلق بحماية التراث ليحمي جميع مكونات التراث الثقافي كذلك التكوين هذا العام خلال 2020 جرينا عدد تكوينات من أجل الحصول على أطر وفنيين قادرين على تسيير وحماية وتذمين التراث الثقافي المخطوط عندي بعد هذا المساء معلومتين نختار نزفهم للمشاهد الكريم فيما يتعلق بالمخطوط والمحضرة المحضرة كنظام تعليم معروف بهذه البلاد الحمد لله أنجزنا لها هذا العام ملف متكامل لتسجيل هذا الملايح التراث العالمي لدى اليونسكو ونجز الملف ورسيل اليونسكو التي خاطبت قطاع الثقافة بتوصل بهذا الملف كذلك المخطوط شاركنا مع 15 دولة عربية أخرى بإنجاز ملف لتسجيل التراث لتسجيل الخط العربي كتراث عالمي هذه ضمن المجهودات التي يقوم به الغطاء من أجل تذمين وحماية التراث الثقافي إذن سيد المحافظ دعني أسألك أن هناك لوحظة خلال السنوات الأخيرة عمليات تهريب وبيع لآلات تراثية ربما تشكل جزء كبير من موروثنا الثقافي ماذا قمتم به لتصدي لمثل هذه الظواهر عندما نكون نشاهد علنا الأدوات والآلات التي تمثل جزء كبير من موروثنا الثقافي تباع في الأسواق وتباع لأجانب وتخرج خارج أرض الوطن أين قطاعكم؟ كيف قلت لكم هذا كامل حجاب الحقيقي هو مراجعة النظم القانونية باشتعود قادرة على أنها تحمي بالقانون الممتلكات الثقافية المنقولة وذي كل ما هي منقولة باش يعود القانون يحميها من السرقة ومن التلف ومن النهب ومن البيع هناك ما يكفي في القانون الذي صادقت عليه الجمعية هذا العام الجمعية الوطنية هذا العام وتم توقيعه ما يكفي من المواد القانونية التي تحمي هذا التراث ولم نكتفي بهذا شهر نهاية يوناير الماضي أقمنا بالتعاون مع اليونسكو ورشاد تكوين للقضاة ووكلاء الجمهورية وكذلك عناصر الدرك الوطني والشرطة والجمارك بالإضافة إلى جميع مديري الثقافة على مستوى الولايات جميع الولايات جميع على مستوى الخمسة عشر ولاية مديرين الثقافة وكذلك الشرطة والجمارك والدرك والسادة وكلاء الجمهورية والقضاة كلهم أجرنا لهم تكوين حول طرق حماية التراث الثقافي من النهب ومن السرقة وكيفية التعامل مع هذه الإشكاليات بالشكل قانوني وطبقا للقانون الذي صادقة عليها سيد المحافظة اسمح لي أن أقاطع قليلا بعد هذا القانون وبعد هذا التكوين الذي أجريتم لوكلاء الجمهورية ولمختلف تشكلات الأمنية والعسكرية هل غابت مثل هذه الظواهر يعني بيع وتهريب الآلات التي تمثل جزء من مولوثنا الثقافي ما سر الحديث عن هذه الظاهرة الحوزة الترابية الحمد لله مؤمنة الحمد لله من طرف قوات أمن وكذلك وحسب علمي ليست لدينا منذ تلك فترة أي معلومات حول تهريب نتوصل في بعض الأحيان بمعلومات هناك بيع نتوصل في بعض الأحيان بعض المعلومات بأنه تم حجز قطعة أو كذا في المطار ونتعرف على القطعة ونجدها ليست قطعة أثرية وإنما قطعة أتنغرافية قد يطول الحديث حول التفصيل بين القطع الأتنغرافية التي يمكن أن تباع وأن يحدث بها البيع والشراء والقطع الأثرية التي يحرم بيعها بتاتاً القانون مواده مفصلة جداً بما يتعلق بأنواع التراث التي يمكن أن يحصل فيها بيع وشراء وكذلك المواد المحرمة ليست لدينا معلومات دقيقة أو لو نتوصل بمعلومات حتى أكون دقيقاً أخي الكريم ليست لدينا معلومات بوجود نهب للتراث على عموم التراب الوطني ونحن من وجهة نظركم من وجهة نظركم أسمح لي على المقاطعة مرة أخرى لأننا في نشراء من وجهة نظركم السيد المحافظ ما هل من مشاكل تواجه وتهدد موروثنا الثقافي شوف النهب والسرقة مشكلة ومشكلة التي تعود بسيطة بالنسبة لحاجيات التراث الأخرى التراث والمخطوطات والمدن التاريخية والمواقع الاثرية والتراث المادي والغير المادي هذو كاملين محتاجين للصيانة الدورية والترميم وكذلك التكوين الكوادر البشرية القادرة على صيانتهم وعلى تذمينهم وهذا الحمد لله قطاع الثقافة والصناعة التغلدية العلاقات مع البرلمان يحمي هذه هذه المكونات الهوية الثقافية التي تكلمت عنها والتي المخطوط بالفعل جزء منها مهم كغير هي من الأجداء الأخرى الموجودة على عموم التراب الوطني إذن صيد المحافظة لا شك أن هذا الحديث يتطلب الكثير من الوقت ويتطلب كذلك من قطاعكم جهود كبيرة جدا واستراتيجيات من نجل الحفاظ عندما نتحدث عن المروث الثقافي للبلاد على ايه ويتحال النامي محمد كابر صالحي المحافظة الوطني للتراث والثقافة شكرا جزينا لكم كنتم معنا في هذه النشرة وكنا مشاهدين أكرام قد أجرينا مداخلة مع مراسلنا من مدينة النعمة حيث تحدث لنا عن الجديد على مستوى الحوض الشرقي نتابع مساء الخير نبدأ بالحالة الصحية الوبائية هنا على مستوى ولاية الحوض الشرقي حيث منذ أعلن عن وباء كورونا تم فحص ما يقارب 1500 شخص تم اكتشاف حوالي 99 حالة إصابة بوباء كوفيد 19 هذه الحالات تم شفاء 56 حالة منها بينما بقيت 38 حالة إصابة بدون أعراض عدد الوفيات هنا على مستوى ولاية الحوض الشرقي بلغ خمسة وفيات نترحم على أصحابها الجديد في هذا الأمر خلو المستشفيات ولاية الحوض الشرقي من أي إصابة بوباء كوفيد 19 الحالة العامة هنا على مستوى ولاية الحوض الشرقي أجواء عادية ولله الحمد عادت الحياة إلى طبيعتها بعد الاحتفال بأيام العيد الأجواء هنا أجواء عادية ولله الحمد ولم تسجل أي حالة ولم تسجل أي خروقات في أي جانب من جوانب الحياة هنا على مستوى النعمة وعلى مستوى ولاية الحوض الشرقي بشكل عام عبدالله عبدالله وليسلم شكرا جزيلا لك وضعتنا في الصورة لوضع الأعلام على مستوى ولاية الحوض الشرقي ومن الحوض الشرقي إلى الحوض الغربي وتحديدا إلى مدينة سلعيون عاصمة الولاية حيث يعمل بابتو والبوبا في مجال الصناعة التقليدية لأنه يركز أساسا على صناعة الالواحي الخشبية المحضرية والتي ما زالت تحافظ على مكانتها في المجتمع وتفرض نفسها في الأسواق المحلية عملية صنع الألواحي المحضرية في التقرير التالي اللوح التقليدي رمز المحضرة الموريتانية الأصيلة به قوام تحصيل العلم وبه تميز الشناقطة ودعصتهم ولكن لهذا اللوح قصة وجودية لها أبطالها وروادها كنت نعدل الطبات الطبات منيشة ونعدل منهم شي خيالي ونعدل دموان تاب وفريق ونعدل السيقاء كل شي نعدل فيهم نعدل يمشي من البريح ما معقول كانت هيش أغل فيه أقبت فعليا فاقية مصورته طرح لليسوها قالت عندك مهنة تقلت عيش فيها ما هي المهنة أخير الله ونت عندك لليمهنة باستعمال آلات معينة تؤدي كل منها دورا مختلفا تمر صناعة اللوح المحضري بمراحل عدة قبل أن يتخذ هيئته النهائية علاوة على تجليات الإتقان والمهارة في صناعة الألواح الخشبية فإنها تتفاضل أيضا في جودتها بناء على المادة الخام المتمثلة في فصيلة ونوع الشجرة التي يصنع منها اللوح اللوح خالقه جوته من صدران قال لأقل مع كل الناس يتبعهم عزيزهم تعادلهم من كل شي تعادلهم من كنين تعادلهم من كبكابة تعادلهم من تايشة تعادل من صجار كاملة ومن تايش تباط يبلدها قال أنا بفضل مهارة وحلاقة يبات أصبح هذا اللوح جاهزا بعد أن كان قطعة خشب في جذع الشجرة ومن يدري فكم حافظا متقنا وعالما متمكنا كان مثل هذا اللوح سببا في تحصيله المعرفي عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة العيون وإلى ولاية العصابة حيث شكلت نظافة المدن مكونة أساسية من برنامج يولويات الذي أطلقته الحكومة منذ بعض الوقت وقد استفادت بلدية كيف من دعم لوجستي ومادي في هذا الإطار حيث شرعت في تنفيذ استراتيجية نرسمتها لضمان نظافة المدينة استهدفت حصر أماكن القمامة ومناطق تجمعها بالمدينة غير أن الشهود المبذولة في هذا الصدد لم تتمكن من القضاء على الأوساخ نهائيا نتيجة لعوامل عدة يستعرضها التقرير مليار وخمسمائة وقية قديمة هو المبلغ الذي خصص من برنامج أولويات لجمع النفايات المنزلية على عموم التراب الوطني بلدية كيفا كغيرها من البلديات استفادت من هذا البرنامج عبر دعم مالي إلى جانب آليات ومعدات ضرورية لإزالة أوساخ سدت الباب أمام تطور الوجه الحضاري للمدينة المسؤولية تحملها البلدية وتحملها المواطن المواطن لا يجب أن يطرح فيها المواطن تقلعها ولذلك يضطر المواطن أنه يخرج الخريبة ولا حوش مدى ولا شيء يزرق فيها المواطن وتقلع الناس يزرق المواطن تفهم كاميرا اطرحنا طلب عند البلدية أننا لا يجينا تمشي عنا بي وقعت الله تيشي ندفيدينا وتقولنا أنه ما هي جايتنا ثلاثة أشهر من العمل بالإمكانيات المتاحة المادية منها واللوجستية والقمامة لا تبرح مكانا إلا وتحتل آخر البلدية خلال الفترة الماضية وابتداءا من الشهر الساد من الشهر الخامس حتى اليوم حتى 27 شهر سبعة استطاعت أن تنزع من قمامة المدينة حدود 811 هذه المدينة التي نبت وسعها تحتاجها لياسر المقدرات للبلدية حتى الآن لا تنتلك منها الكثير الآن تنتلك حدود ذل تباصات للنظافة ومجموعة من العمال لا تتجاوز 42 عاملا رغم أنها برنامج تعهدات الموجود المؤمنين فيه إن شاء الله تعالى يقضي على أوساخ المدينة وأنه يحقق أن شعارنا الذي رضعنا في أول جلسة لنا في البلدية وهو شعار كيف نظيفة أن هذه الوسائل لما تصل بعد ما بات وصلتنا للوسائل لياك نجد ننطلق انطلاقة فعلية روح المسؤولية أو غيابها فرض على البعض أن يحاول ولو في حييزه الضيق تنظيفة ما تيستر من مساحة مدينة تعتبر من أكبر مقاطعات البلاد علم جهودهم يكون بداية لتحرك أكبر يعيد لمدينة كيفا رونقها الطبيعي وفي شمال البلاد حيث انتشرت خلال السنوات الأخيرة داخل محيط ميناء الصيد التقليد في مدينة وذيب ورشات صناعة معدات وآليات لبحار المعروفة محليا بأنسات وقد استطاع العاملون في هذه الورشات صناعة بديل وطني لأنسات أصبح يستخدم اليوم على نطاق واسع في عمليات صيد الأخطبوط علاوة على توفيره عديد فرصي العمل في محيط ميناء خليج جراحة المعروف محليا بميناء الصيد التقليدي بمدينة وذيبو تقوم انشطة عديدة تتعلق بتصنيع معدات الصيد وآليات لبحار وخلال السنوات الأخيرة عرفت ورشات تصنيع آليات الصيد التقليدي والشاطئ المعروف محليا بأنصات تزايدا ملحوظا بعد أن تم توطين هذه الصناعة المحلية لصالح دعم منظومة الصيد من الصيد التقليدي واشتقل فيهم بليد العاملة الياسرة ما أخذ قرقاج من هذا دارك ما تابعاد وقدر أحمد 16 من الناس اللي عايشة فيها اللي لا هيا يظلوا واشتقلوا فيه هذه دارك عناصات صناعة محلية هون إن شاء الله دارك تشهد إقبال كبير خصصا على الفترة دارك تها فترة الموسم الصيد التقليدي إن شاء الله واشتقال إن شاء الله ياسم اللي عاجل عاملون الشباب مشاء الله تبارك الله وصناعة زينة محلية صنعوا لا لجانب دارك مشاء الله تبارك الله أجل صنعوا المورتانيين مشاء الله صناعة زينة حتى حتى تشهد إقبال كبير للشباب تبارك الله مواصفات ثنية نتم اتباعها في تصنع هذه المعدات التي تستخدم في صيد ذوي الروع الثمانية بألوانها الزاهية منابسة بذلك عبوات الأخطبوط القديمة هذه ناصر نحن هم المعدلينها نحن نعود النصارى نحن اطورنا في أياسر من شي هذه ناصر هم نقبوها نجيرو نجيرو فوقو الحباد فيهم اللي شغلة ثانية عندنا واحدة وافية ما قال لها شي نجيرو لهولة في فام ناصر زينة نجيرو لهولة في فام ومزال لها أخر لها ما شاء الله عايشين فيها ياسر من البشر والحمد لله تصودوا العدلوا بالحديد وانا عندهم مشكلة الحمد لله وشكلة زينة عدلوا شنقال وناصات هوناتية صناعة محلية هوناتية فيها ياسر من واطنين إن شاء الله الورشات موالي ينزادوا حسب الطالب الناس قابلوا عليهم الحمد لله وما ينفع عددين هذا يحوطوا بيهم في البحر عندهم دور وهو بذلك تظهر مميزاتها في الاستخدام ومراعاتها للمعايير الفنية والبيئية تزايد الإقبال عليها حيث أصبحت تحتل مكانة هامة لدى ملاك زوارق الصيد التقيدي والشاطئي الذين يتوجهون خلال هذه الفترة لصيد الرخويات الذي يشكل ما يزيد على نسبة 70% من الصادرات البحرية الوطنية المصدرة للأسواق الخارجية في أوروبا واليابان وإفريقيا دائما نبقى في شمال البلاد ليحدثنا مدينة زوارات مرأس ناسد أحمد الببكر سيرى عن الأجواء العامة في ولاة تيرزمور والأوضاع الصحية بشكل خاص الآن تجد غيابا وهذا طبعا يشكل خطرا كبيرا ولكنه أيضا يمثل نوعا من ارتياح لدى المواطن في مدينة الزوارات لكن يشكل أيضا خطرا خاصة يعلمنا أن ليلة البارحة تم اكتشاف إصابة بهذا الفيروس مما ينبئ بالخطورة التي يشكلها عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد الفيروس فالفيروس لم يختفي بعد وبالتالي لا يزال يشكل خطورة الإصابة البارحة هي لعامل في أحد الشركات المحلية كان في إجازة ثنوجة إلى نواذيبو ولما عاد مباشرة إلى مدينة الزوارات ظهرت عليه أعراض المرض وعند فحصه تبين أنه مصاب بفيروس كورونا إذن الفيروس لا يزال يشكل خطورة كبيرة ولذلك فإن غياب الإجراءات في تفشي الفيروس بين المواطنين وبالتالي فإن على الجميع أن يتخذوا حذرهم من أن لا ينتشر هذا الفيروس مع ذلك الحمد لله المدينة هادئة سيد أحمد والأبو بكر سيريا مراسل القناة الملتاني فيلاد تيرزامور شكرا 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 لك بشهد نكرام ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين اختتام الأيام التذكيرية الاستعراض مسيرة الوكالة الموريتانية للأنباء في ذكرى مرور 45 عاما على إطلاق أول برقية إخبارية لها وزارة الصحة تؤكد في إعلانها الصحفين اليوم تسجيل 72 حالة الشفاء وأربع إصابات جديدة في رسل قرن المستجد مصالح والرصد الجوي تؤكد أن المعطيات المتوفرة والتوقعات المفترضة تبشر بموسم خريف جيد على عموم التراب الوطني بإمكانكم متابعة والتواصل معنا عبر موقعنا على إنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تحية من زميلة أسماء منتعذمان التي رافقتكم بلقة الإشارة معدية تجدد معكم في عضنا الإخباري الأخير عند منتصف الليل تحية من فريق العمل إلى اللقاء اكتشفوا عروض الأنترنت اللامحدود الجديد من مواتيل وكنكتوب لا حدود من منتصف الليل إلى منتصف النهار ديروا النجمة مئة وخمسين المربع وخطر العرض اللي ناسبكم ساعة من الأنترنت اللامحدود بعشر وقيات جديدة أذرت سوايع من الأنترنت اللامحدود بعشرين وقيات جديدة